السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلب التالتة عدادة هنحل مع بعض ان شاء الله امتحاني أنا اتناين الوحدة بتسعيري تابل مبدأ ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شرحوا كل الدروس الجرامر موجود في قيمة تشغيل جرامر تالتة عدادة الترم التاني والدروس موجودة بالترتيب في قيمة تشغيل انجليزية تالتة عدادة الترم التاني اول سؤال معانا فنش ده فلون ديالوج اكمل الحوار الاتي هذا اللي ستوكن تو امير هذا اللي بيتكلم مع امير اللي بيقرأ مقالة عن التلوث عادل بيقوله انت بتقرأ اي امير امير رد علي بعد كده عادل قاله المقالة دي عن ايه يبقى هنا هيقوله انا بقرأ مقالة يبقى I am reading انا اقرأ مقالة في المدارع المستمر يبقى I am reading an article I am reading an article بعد كده المقالة دي عن ايه what is this article about هيقوله it's about ايه it's about pollution يعني هي عن التلوث عادل سأل سؤاله امير قاله we can stop pollution by planting more trees ممكن نقف التلوث بزراعة اشجار اكثر يبقى هنا بيسأله كيف يمكننا يعني نقلل او نقف التلوث يبقى how 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 can we stop pollution how can we stop pollution كيف يمكننا نقف التلوث او نمنع التلوث قاله بزراعة اشجار اكثر by planting more trees عادل سأل سؤاله امير قاله because trees observe carbon dioxide and keep their clean لان الاشجار بتمتسسان يكسيد الكربون وبتحفظ على يعني الهواء نظيف يبقى هنا بيسأله ليه الاشجار مهمة يبقى why why are trees important ليه الاشجار مهمة ليه الاشجار مهمة why are trees important او ممكن يقوله why do you think trees are important لما تعتقد ان الاشجار مهمة يبقى هنا مثلا يقوله why do you think why عشان هنا مفيش مكان لو تحاول تكتبها why do you think لماذا تعتقد why do you think trees are important ليه الاشجار مهمة قاله لانه هم بيمتسوا وسانيوكسيد الكربون وبيجعلوا الهواء نظيف هنا عاد الرد عليه وبعد كده امير قاله i agree with you recycling our rubbish can also solve this problems اعادة تدوير القمامة ممكن يحل المشكلة هو كمان لو ايه recycling اعادة التدوير هنا طبعا مش سؤال لكنه هيول اعتقد ان هيعطي رائعي يعني in my opinion او i think يعني انا اعتقد او in my view انا اعتقد ان اعادة تدوير القمامة بيكون مهمة ايضا اعادة تدوير القمامة يبا اي think recycling our rubbish can stop pollution هنكمل هنا تحت can stop pollution يمكن انه ايضا ان هو يمنع الايه التلوث السؤال التاني my brother likes mobile phones very much اخي بيحب الهواتف المحمولة جدا he used to eat the latest mobile phones هو كان معتاد ان هو ايه طبعا يكون معاه الهواتف الاحدث يبقى used to eat مصدر يبقى used to have كان معتاد ان هو يكون معاه لديه يعني but now he no longer uses them لكنه لم يعود no longer يعني لم يعود معاتش no longer uses them لم يعود يستخدمهم because they aren't ايه لانهما ايه because they aren't sustainable يعني مش بيحفظه على البيئة he prefers to use rechargeable هو بيفضل ان هو يستخدم يستخدم بطاريات قابلة لاعادة الشحن يبقى rechargeable batteries rechargeable batteries for the tv remote control بيستخدم بطاريات للا اللي اداة التحكم في التلفاز لولريموت كنترول thus he can share in protecting the بهذه الطريقة ويمكن ان هو يعني يساعد في حماية البيئة the environment هنا طبعا مش هينفع نكتب انصيف هنا ناس هتقول ليه هنا مختارناش انصيف لان الجملة منفية يعني لو هو قال they are they are تبقى انصيف هما غير اميني انما هنا aren't ليسوا يبقى ليسوا ايه محافظين على البيئة او مستدامة سؤال الثالث read the following text then answer the questions اقرأ القطع واجب على الاسئلة nothing can live without energy لا شيء يستطيع العيش بدون الطاقة people, animals and plants need energy to live الناس والحيوانات والنباتات محتاجة الطاقة لكي تعيش and the machines need energy to work والالات بتحتاجة الطاقة للعمل most of the energy we use still comes from fossil fuels like coal, oil and gas معظم الطاقة اللي احنا بنزلنا بنستخدمها بتأتي من الوقود الحفري الفحم والبنزين والغاز we call these non-renewable forms of energy احنا بنسمي يعني الحاجات دي اشكال non-renewable يعني غير متجددة اشكال غير متجددة للطاقة because they are limited and expensive لأن هما محدودين وكمان غالية the use of fuels increases the amounts of carbon dioxide in the atmosphere and pollutes the environment استخدام الوقود بيزود بيزيد يعني مقدار ساني اكسيد الكربون في الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي وكمان بيولوي سلبية now water and wind المياه والرياح are used to produce energy بيتم استخدامهم ده مبني المجهول لانتاج الكهرباء they are inexpensive هما بيكونوا يعني مش غاليين clean and do not pollute the environment يعني طاقة نظيفة ولا تلوث لا تلوث البيئة we call them renewable farmers of energy احنا بنطلق عليهم اشكال متجددة للطاقة what energy from the sun is probably the best form of renewable energy لكن الطاقة اللي بتأتي من الشمس يعني في الغالب او محتمل ان هي افضل نوع من الطاقة المتجددة life on earth depends on the sun الحياة على كوكب الارض بتعتمد على الشمس without the sun بدون الشمس plantists wouldn't be able to make food النباتات لم تكون قادرة يعني ان هي تعمل الطعام تنتج الطعام animals wouldn't have food الحيوانات ما كانش هيكون لديهم طعام theirs would be called uninhabited الارض كانت هتكون باردة وغير مأهولة بالسكان that is why there is a great interesting solar energy لهذا السبب في اهتمام كبير بالطاقة الشمسية it's important for us to save energy in our homes and work places من المهم لنا ان احنا نوفر الطاقة في منازلنا واماكن العمل in order to stop using up non-renewable sources of energy لكي نوقف استخدام اشكال الطاقة ومصادر الطاقة الغير متجددة السؤال الاول the main idea of the text is الفكرة الرئيسية في القطع هي عن الطاقة الانرجي the amount of carbon dioxide rises in the atmosphere when we use energy from that مقدار السانيوكسيد الكربون بيرتفع في الغلاف الجوي عندما نستخدم طاقة من الايه طبعا من الوقود الحافي fossil fuels are two sources of non-renewable energy نوعين من الطاقة الغير متجددة طبعا الطاقة الغير متجددة اللي هي الفحم والبترول coal and oil infer why the sun the wind and the water are friends to the environment ليه يعني اثبت للشمس والرياح والمياه اصدقاء البيئة طبعا هما اصدقاء البيئة لانهما طاقة نظيفة ولا تلوس البيئة وكمان هي inexpensive يعني غير غالية يعني هي طاقة متجددة renewable energy الاجابة في القطع هنقول these forms of energy are inexpensive clean and do not pollute the environment نظيفة وغير غالية ولا تلوس البيئة السؤال الخامس السؤال الخامس in two sentences summarize the first paragraph in your own words لخص البراغراف الاول بالمفرداتك الخاصة طبعا البراغراف الاول بيتكلم عن اهمية الطاقة واهمية ان احنا ما نستخدمش الطاقة الغير متجددة زي الفحم والبترول ونستخدم طاقة متجددة زي الشمس والرياح والمياه يبقى importance هنقول اهمية الطاقة للحياة على الارض importance of energy to live on earth او to life in earth للحياة على الارض على كوكب الارض دي واحدة اهمية الطاقة للحياة على الارض تانية جملة هنكتبها النهاية اللي هي نبغى ان احنا نستخدم الطاقة الغير متجددة نكتب الاجابة هنا يبقى we we shouldn't we shouldn't use non renewable energy يعني stop او نقلل استخدامها renewable energy يعني يبقى importance of energy to live on earth we shouldn't use renewable energy او we should stop non renewable energy it is necessary to use solar energy give reasons من المهم ان احنا نستخدم الطاقة شمسية عايزين اسباب طبعا موجودة في القطع طبعا في اسباب كتير في القطع لكن الحياة في الارض بتعتمد على الشمس حنقول life on earth depends on the sun ممكن نكمل لحد uninhabited الارض مش هتصبح مأهولة بالسكان وتاني سبب معانا ان هي مهمة بتوفر لنا الطاقة في المنزل it is important for us to save energy in our homes and work places بتوفر لنا الطاقة وما بنعتمدش على الطاقة الغير المتجددة لو يعني حابين ان انتوا تكملوا الاجابة لحد uninhabited فهي صح لكن الافضل ان انا اكتب الاجابتين من هنا من الجزئين دولنية مهمة للحياة على الارض لان الحيوانات مكنتش هتعرفتي ايش ولا النباتات تنتج نبات طعام وما كانش هيكون فيه حياة على الارض بعد كده السؤال الرابعة شو اذا كريك تانصر اختاري الاجابة الصحيحة we can form at the adverb of the word personal بياذي نحصل على الحال من الصفة personal اللي هي شخصي شخصيا بقى تبقى personally هنضعف ال l وبعد كده نضيف y يبقى باضافة ال y an elephant is an important of enormous size an animal of enormous size اللي فيه الحيوان ضخم enormous has the same meaning as very كلمة enormous معناها ليه نفس معناه ايه جدا كبير جدا هو ضخم بقى كبير جدا very big an environment environment is a place where there is very little or no pollution حياة البيئة مكان بيكون فيه تلوص قليل جدا او من غير تلوص يبقى ذا ايه greener environment ليه البيئة النظيفة greener environment i want to have an air conditioner that uses less electricity محتاج مكيف هواب يستخدم كهرباء اقل less is antonym for كلمة less قليل عكس كلمة ايه antonym يعني المضاد العكس هي less قليل يبقى عكسها لكن هنا electricity لا تعد يبقى هنقول a much منفعش نقول many انا اسفع و انا عايز صفات مكرنه هنا بقارن يعني اقول لو انا بقول مثلا كارباء اكثر يبقى هنقول more electricity مش هقول much هقول more يبقى عكس less more انما little عكسها much انما لما اقول less يعني اقل هنا بعمل ايه صفات مكرنه كهرباء اقل يبقى لما اقول كهرباء اكثر او المور electricity is a machine that keeps say room's temperature normal الا بتاع حفاظ حرارة الغرفة بطريقة يعني عادية يبقى ده ال air conditioner المكيف او تكيف الهو means to make or produce معاناها تنتج او ان انت تعمل حاجة يبقى create تصنع create complete the sentence with the correct form of the word in brackets هنكمل بالكلمة الصحيحة did you use buy train when you were at university هل كنت معتادة على الصفر بالكتر عندما كنت في الجامعة يبقى used to بجيب بعضها المصدر يبقى used to travel we then used to use energy seven light bulbs but we a now لم نكن معتادين على استخدام المصابيح المغفرة للطاقة لكن انا نفعل الان يبقى what we do now هنا ما فيه يبقى هنا يثبت طبعما شفت بقى used to لو هنا نفي يبقى هنا اثبات طيب هنا اثبات يبقى هنا نفي he would how would you behave if you your mobile in a restaurant هتعمل ايه هتتصرف ازاي لو انت نسيت هاتفك في المطعم في مطعم هنا طبعا would حالة f التانية بجيب بعد f ماضي بسيط والنحية التانية would والمصدر طب هنا بيعمل سؤال how would you behave كنت هتتصرف ازاي لو انت فقدت هاتفك يبقى التصريف التاني من lose اسمه lost he would have fewer storms we would have fewer storms if climate change كان هيكون عندنا عواصف اقل لو تغير المناخ توقف هنا حالة f التانية هنا would have يعني هنا وضو المصدر يبقى هنا بعد f بجيب التصريف التاني التصريف التاني من stop هنضف له انضعي في ال p بعد كده نضيف ed stopped people didn't communicate on social media 30 years ago الناس لم تكن معتدة على التواصل يعني في وسائل التواصل الاجتماعي من 30 سنة يبقى didn't didn't use to didn't use to بعد كده المصدر communicate ده كده حل انتحان unit 9 اتمنى تكونوا استفدتم معي لو في اي اسئلة ريت تكتبها في comments وتنساش الاعجاب بالفيديو واشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة